شكرا جزيلا سأنضموا الآن من بعيدا تونس دولة ساحلية كبيرة إنها مدام نديا الحديث لكم شكرا جزيلا في البداية أتوجه لكم بالتهناء السيد الرئيس مكرون على هذه المبادرة وأن تعطينا أيضا الفرصة أن يكون لدينا هذا الملتدى للتبادل أنا أتحدث عن ولدي رسالة واضحة من تونس لنقلها لكم أنا قمت بتحضير كلمة وسوف أقولها السيد الرئيس مكرون البحر كما تعلمون كان دائما جزء من ميراث أو الإرث الثقافي لتونس وكان محرك رئيسي لإقتصادها ومصدر هام للدخل لأهل كثير أو فئة كبيرة جدا وشريحة كبيرة جدا من المجتمع التونسي وعندما نتحدث عن أن تونس التونس تعاني من ضغط كبير فيما يخص البيئة وخاصة الحدود البحرية لأن بسبب التغير المناخي والتنوع البيولوجي وللأسف أن المخلفات البلاستيكية لها عامل كبير جدا والآن سواحل التونسية تعاني كثيرا من التلوث من البلاستيك الذي يمثل الذي يمثل مكافتحه أكثر من 2% من دخلنا القومي التحدي كبير جدا أنا هنا لأشارككم فيما يخص أيضا التلوث المناخي ليس فقط البحري فدائما تونس ما تشارك مع المجتمع الدولي لكي تحافظ على التنوع البيئي والتنمية المستدامة والاستغلال الأمثل لمصادرها وأعطي لكم مثلا نحن قمنا بمضاعفة بإرادة وطنية أن نخفض إلى النص انبعاثات الكربونية من هنا حتى 20-30 وأن نخفضها للنفس وكانت بمبادرة وطنية ونعلن لكم أنها مسؤولية مشتركة وبهذا أو تحت هذا العنوان نحن نلتزم بمشاركتكم في كل المبادرات الدولية لمكافحة كل التغيرات والتلوث والتحفظ التنوع البيئي وتحافظ على التنمية المستدم أن هنا أصل لرسالاتي ومفتحها في مواجهة في مواجهة التكلفة العالية جدا للاستثمارات الخاصة بأهداف منع تلوث البحار وجعل البحار أكثر منفعة في الاستثمار نحن لن نستطيع أن نفعلها وحدنا لذلك تحقيق أهدافنا والمطالب التي تدور حولنا الآن هي كيف تغطية الفجوة ما بين قدرتنا وما يجب عمله بالفعل إنها فجوة كبيرة جدا وهذا موقف تونس والعائق أمام التنمية كما تعلمون أن نحن لدينا الكثير من المشاكل وكما تعلمون أن جائحة كورونا 19 ضربتنا جميعا وحدت من قدرتنا على المناورة في مواجهة التغيرات البيئي وهذا العمل وهذه الأهداف تعتمد على قدرة كل دولة على عمل الدراسات العديدة والتأثيرات وأكد لكم أن يوجد لدينا برنامج لدعم البنية التحتية وفيما يخص أيضا الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التنقلات البحرية والنقل البحري والتي يجب أيضا أن أعتقد أن الدول الداعمة والمجتمع الدولي يجب أن يدعمونا في هذا رسالتي إلى المجتمع الدولي يجب أن يتبنوا سياسة تعتمد على المشاك المشاركة وتخصيص مشاركة متعددة الأرطاف ومتعددة الدعمين أعتقد أن هذا سوف يعود علينا وعلى الجميع وأن هذا العمل عمل جماعي وخاصة أن مستوى التحدي البحري كبير جدا وأكد لكم أن أتمنى أن يتم مشاركتنا ودعمنا من الدول التي تقدم المنح في هذا المجال وخاصة لأنها ستصبف في صالح في الأمن الغذائي وتقديم فرص عمل على المدى القصير والمدى البعيد إذن أننا نعي على ضرورة الحفاظ على بحارنا أن نلتزم أن نلتزم جميعا بالمشاركة والتضامن مع الجميع سواء على المستوى الإقليمي الوطني الإقليمي والدولي والتي تضمن المصلحة الحام لكل الأمم شكرا جزيلا السيد الرئيس لمسماح لي أن أتحدث وأعبر عن ما لدي أمامكم شكرا سيدتي رئيسة وزراء الجمهورية التونسية شكرا جزيلا